وزير الخارجية النمساوي يؤيد وقف اطلاق النار في غزة استمرار المظاهرات الداعمة لفلسطين في فيينا وغراتز النمسا تعتزم تعويض المثليين الذين تمت محاكمتهم من عام 1945 أفغان وعرب وأتراك يسيطرون على طرق التهريب إلى أوروبا نمساوية تحتال على المساعدات الاجتماعية بخمسين ألف يورو ومعرض الكتاب في فيينا ينجح باستقطاب ثمانية وخمسين ألف زائر أهلا بكم إلى تفاصيل النشر على النمسا ميديا وفي خبرنا الأول وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وقف اطلاق النار في غزة بالإجماع حسب تأكيد وزير الخارجية النمساوية لكسندر شالن بيرغ ويهدف الاتفاق إلى إنشاء ممرات إنسانية لتخفيف معاناة المدنيين حيث تمت الموافقة خلال اجتماع زراء الخارجية في بروكسل بعد أن ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا ودعا جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وأحث إسرائيل على تجنب إلحاق الأدى بالمدنيين مع التأكيد على الحاجة إلى حل شامل للصراع شهدت كل من مدينتي فيينا واغرات مظاهرات ووقفات تضامنية مع المدنيين في غزة حيث تظهر الآلاف في المدينتين يوم السبت فيما شهدت فيينا وقفات يوم السبت والأحد وبمشاركة الجالية العربية والإسلامية على وجه الخصوص أدان المشاركون الصمت الدولي والتحيز لرواية إسرائيل مطالبين بوقف الإبادة الجماعية والمجازر ضد سكان غزة وعبر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار الهجمات الإسرائيلية لأكثر من 37 يوما أعلنت وزارة العدل في النمسا عن قانون يقضي بتعويض مالي وإعادة تأهيل للأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بسبب الأفعال المثلية من العام 1945 وحتى العام 2002 ومن المتوقع يستفيد حوالي أحد عشر ألف شخص حيث يشمل القانون دفعة مالية قدرها 3000 يورو لكل حكم و1500 يورو لكل عام في السجن بالإضافة إلى 500 يورو لكل تحقيق قانوني ويقدم تعويضا إضافيا قدر 1500 يورو للتأثر الاقتصادي أو المهني أو الصحي بميزانية تصل ل33 مليون يورو واشترطت الوزارة على أن يقوم كل متضرر بالتواصل بنفسه مع المحكمة كشفت وثيقة استخبارية سرية تزايد سيطرة الأفغان على طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مستفدين بملايين من اليوروهات وبينت الوثيقة أنه إضافة للأفغان هناك سوريون ومغاربة وأكراد تركيون يديرون عمليات التهريب عبر طريق البلقان مع وجود جماعتين أفغانيتين تتحكمان بكافة المفاصل حيث يستخدم العنف أحيانا في المنطقة الحدودية السربية الهنغارية باستخدام الأسلحة ويعبر اللاجئون الحواجز بأسعار محددة وكشفت الوثيقة أن الأفغان ذو الجنسية الطاجكية يمكنهم الوصول إلى سربيا بدون تأشيرة اكتشفت الشرطة في تيرول امرأة نمساوية تبلغ 38 عاما استفادت من المساعدات الاجتماعية لعدة سنوات مع أنها كانت تعمل في سويسرا وتلقت السيدة دعما ماليا كبيرا من الحماية الاجتماعية وتأمين البطالة وإعانة العائلة حيث كشفت التحقيقات عن تقديمها عنوان إقامة زائف للحصول على المزايا وفي ذات الوقت عملت بدوام كامل في قطاع السياحة في سويسرا وقد تم توجيه اتهام رسمي لها بارتكاب أربع جرائم احتيال ويقدر الضرر الناتج بأكثر من خمسين ألف يورو وفي خبرنا الأخير انتهى معرض الكتاب في فيينا بنجاح باهر والذي حاز على إعجاب أكثر من سمانية وخمسين ألف زائر متجاوزا الرقم القياسي السابق بأكثر من سبعة ألاف زائر للعام الماضي وشرك في المعرض حوالي ثلاثمائة تعارض وأكثر من أربعمائة مساهم من خمسة وعشرين دولة بما فيهم دولا عربية وتميز المعرض بمنطقة جديدة للكتب الجديدة للبالغين مثل ميو أدلت التي جسدت جسرا بين كتب الشباب والأدب العام ويعد المعرض من أبرز المناسبات الثقافية والأدبية في المدينة حيث شارك الرئيس النمساوي ألكسندر فاندابيرن في ابتتاحه نهاية النشرة أشكر لكم حسنا للمتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق إنفو جراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة هذه تحيتي بأمان الله اشتركوا في القناة